فروبلم سريق 1 جولاي 2022 بيقول قد تي اقوال زيرو ساكن ابول ثرون ابورد فروم بوينت اي اون ذا جراوند. ود انيشيال سبيد 20 متر بر ساكند. يبقى مديني ال في انيشيال قد اي. بيقول دا بول ريتشيز the ماكسمم هايد بوينت بي. يعني ال في فاينال اكوالز زيرو عند البي. دين كروسس بوينت سي اكوالز 3.1 ساكنز. عند نقطة سي. صعد لغاية بي ورد لغاية سي في اجنالي تايم 3.1 ساكنز. بول اجنور اي رزيستانز. في البرت اي فاين دا بلوست. افدابول ات بوينت سي. مديني ال في نوت. عندنا الاكسليريشن. بدون ما يقولي. دا فري فولنج. نيجاتيب 9.8 متر بير ساكند سكوير. وطالب ال في فاينال. وعندنا التايم. مش طالب الاتش سي ولا مدهاني. يبقى نستخدم القانون الاول اللي مفهوش دلتا واي. نضع القانون قدامنا. الثاني والثالث والرابع فيهم دلتا واي. ما عندناش الدلتا واي او دي سي. اللي هو الاتش اتسي. ومش طالبها. نبعد عن القانون الثاني والثالث والرابع. القانون الاول. هو طالب الفاينال. احنا عندنا الفي نوت والا والتي. تعويض مباشر. نجيب الفي سي. اكتب. القانون ان الفي سي اكوالز الفي نوت اللي عند الا. بلاس الا في الت. زمن الوصول لغاية السي. الفي سي هو المطلوبة. الفي نوت. ممكن تكتب القانون بدون رموز. وبعدين تحط الفي سي. بلاس. نيجاتف ناين بوينت ايت. اتيب ثري بوينت وين. نحسب بالقالة. طبعا لازم تطلع نيجاتف لاني نازل. وطالب فلوستي مش سبيد. ثري بوينت وين. الجواب نيجاتف تن. بوينت ثري ايت. وما ننساش اليونت. واسيب اشارة النيجاتف. لاني الكرة نازلة. لو كان اثناء الصعود. هتطلع بوزيتف. اثناء النزول هتطلع نيجاتف. لو طلب لسبيد. لازم اشيل النيجاتف لو طلعت معي نيجاتف. البرت بي. بوينت بي تو بوينت سي. على ممكن نكتب عليها الاتش بي. وبين الاتش سي. لو عرفنا نحسب الاتنين نطرح نجيب الفرق بينهم ما دينا الاتش. طب ليه ما استخدمش الفاينال بلوستي عند سي. وعارفين الانشيال بلوستي عند بي. وعندنا الاكسلاريشن. واجيب الاتش او الدي واي من القانون. الثاني عندنا الفاينال الفي سي الفي بي. اللي هي الفي انيشيال. والاكسلاريشن عندنا نيجاتف نايم بوينت ات. اجيب الدي واي. ممكن تعمل كده. ولكن هنستخدم الفي سي اللي حسبناه. لو غلط هتطير كمان البارت بي معانا. لكن لو استخدمنا الديتا الجيفن في السؤال. نحسب منها الاتش بي. نحسب منها الاتش سي. بدون ما نتطرق او نستخدم سرعة السيل اللي حسبناه. ده افضل. هبدأ بحساب الاتش سي عند الفي نوت والفي فاينال والاكسلاريشن القانون الثاني يديني الاتش بي. او الفي سكوير. بتساوي الفي نوت سكوير. بلوس تو اي. دي واي. الفي عند البي اللي هي بزيرو. الفي عند الالي هي بتوينتي ربعها. تو نيجاتيب ناين بوينت ايت الدلتا واي اللي هي اتش بي. اذا. ناينتين بوينت سكس اتش بي. ايكوالز تربيع توينتي فور هندرد. نقسم البوث سايدز على ناينتين بوينت سكس. هقسم. فور هندرد تقسيم ناينتين بوينت سكس. اداني. ايتش بي. ايكوالز. تونتي بوينت فور وان ميتر. يبقى حسبنا الاتش بي من المعلومات اللي اداني في السؤال. كمان الاتش سي نحسبها من المعلومات اللي اداني في السؤال. عندنا الفي نوت والاكسلاريشن والتي. مش جايب سيرة الفي فاينال عند السي. واللي ما احنا حسبناها لأ ما نستخدمهاش. القانون الثالث. ممكن نحسب منه ارتفاع السي عن الا. بدون ما نستخدم سرعة السي اللي حسبناها. هكتب القانون الثالث. الدي واي اكوالز. في نوت تي بلس. هاو في اي. في تي سكوير. يبقى الاتش. سي اكوالز. تونتي. يديني الطايم بثري بونت وان للوصول لسي. بلس. هاو نيجاتيب ناين بوينت ايت. ثري بوينت وان. سكوير. تعود مباشر. تونتي تايمز ثري بوينت وان. بلس. هاو في ناين بوينت ايت. بالنيجاتيب. في ثري بوينت وان سكوير. اداني ناين فورتين بوينت ناين وان ميتر. الاتش اللي طالبها. اللي هي الفرق. بين البي والسي. هاو الدي. او نقول الاتش. عند البي. مينس. اتش عند السي. اعوض بالقيام اللي حسبناها. تونتي بوينت فور وان. مينس فورتين بوينت ناين وان. اكوالز. بالقالة. طلع الجواب. فايف بوينت فايف. ميتر. ده اسهل وانسب وافضل. من انت تستخدم حاجة حسبتها في بارت. وتكمل بيها. في النكست بارت. فلو غلطها. تطير الباقي. يفضل انك تحط القوانين قصادك. تستخدم القانون. اللي. ما حسبتش. من خلاله. او خلال هذا القانون. اي قيمة. لان حسابها هيطير بيئة الاجزاء. استخدم القوانين. بالجيفن ديتا. ممكن تشيك بعد ما تحسب بقوانين اخر. يعني بعد ما حخلصنا حساب. ممكن تشيك بالقانون الثاني. عندك. عند البي بزيرو. البي فاينل عند السي. حسبناها بنيجاتف تين بوينت فور. عندنا الاكسليريشن بنيجاتف ناين بوينت ايت. ممكن نحسب الدي وال. هتطلع بالسالب. نعدينا نخليها موجب. ونقول ده الاتش. اللي هو الفرق بين البي والسي. فممكن تشيك على نفسك بالقانون الثاني. لكن ما تستخدمهش ابتداء.